اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والغلابة اللي مش عارفين يشتروه السيسي يا جماعة ما خلصوش الفساد والمافيا اللي دخلة في كل حاجة في قطاع الصحة في مصر والمستشفيات اللي بتتخسخص وتروح للامارات والتأمين الصحي اللي حاولوا يطوروه فنيلوه السيسي قرر النهاردة انه حيريحنا كلنا على الاخر يا طرح حيريحنا ازاي بقرار سحري هيحل بيه ازمة الصحة في مصر ويعمل يعمل ايه لا مش كاس العالم السيسي يا جماعة عمل حاجة اسمها كاس الجدارة كاس الجدارة للي يريح المواطن العيان ويداوي الغلبان ويمسح عرق الشقيان على فكرة والله العظيم انا ما بهزرش ده فعلا الحل السحري اللي بيكمل به سلسلة الحلول السحرية لرجالته زي حل السلام الجمهوري مثلا اللي وزيرة الصحة قالت عليه وحل اننا ما نشتريش الحاجة لما نلاقيها غالية الحل ده بتاع وزيرة التخطير وغيرها من الحلول السيسي من حلول السيسي السحرية الحلول دي مش بالسيسي بس اللي بيعملها لا السيسي وعلضيشه وعصابته ورجالته عموما يا جماعة السيسي كل اللي بيعمله هو ورجالته حاجة كده من نوع تقدر تقول عليه طق حنج يعني الكلام الجميل اللي زي الزبت اللي بيطلع عليه النهار ده بيسيح لكن بجد لو السيسي عايز يحفز رجالته إن كان عنده رجالة علشان يطحنوا الناس حسب تعليمات جنابه فممكن يعمل كاس يسميه كاس الاستغلال كاس الاستغلال لصالح الجيش والمؤسسة العسكرية أو ممكن يعمل كاس للفساد والمحسوبية للوزراء والمحافظين أو ممكن يعمل كاس للحرمية والشيوخ المنصر لرجال الأعمال أو ممكن يعمل كاس برضو يدي للمساعدين بتوعه ممكن يعمل كاس للتلين القتلى اللي في جهاز الشرطة أو يعمل كاس للإستعباط ويدي للبرلمان والعلي عبد العام ممكن كمان يعمل كاس تطليع روح المواطن ويدي للحكومة أو يعمل كاس للخيانة والتفريد والتآمر ويحط فيه كوكتيل كل اللي فات وياخده السيسي لوحده السيسي ياخده لوحده علشان يعرف يطلع روحه لا علشان يعرف يطلع غلوا من هذا الوطن ومن الفقير اللي قال في البداية إنه جاء علشان يحنوا عليه إحنا عاملين بالزبط يا جماعة زي المثل اللي بيقول ملقوش عيش يتعشوه جابوا إرض ينططوه إحنا مش عارفين أصلا نوفر سرير للمريض مش عارفين أصلا نوفر الدواء للمريض مش عارفين نوفر محلوله السرنجة وبتروح السد الممرضة تقولك هات السرنجة من برا روح هاتل مش عارف إيه والله مفيش يا أستاذ الدكتور مجاش إتوا هتعرفونا في عشاتنا بيتقلنا الكلام ده فقال لك السيسي عشان يحفز الناس مش هنطور أبدا مش هناخد من المليارات اللي بيعمل بها قطر الأغنية بتاع العاصمة الإدارية الجديدة عشان يطور قطاع الصحة أبدا مش هياخد من ميزانية الجيش والقوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء أو اللعيبة أو الفنانين لا 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 خالص السيسي قال لك احنا هنحل الموضوع بالكاس الجذارة حاجة كده زي السفارة في العمارة أي بتاع بالدبارة أي كلام والله العظيم والله العظيم أي كلام بيتقات قال لك كاس الجذارة هتخدم الناس هنديك كاس الجذارة زي الدكتور محمد حسن كده الدكتور محمد حسن وحضراتكوا عارفين قصته وقلناها هنا كذا مرة كان شغال في نبطشيته راح لوكي النيابة عايز ياخد منه كلمتين قال له والله مش هقدر أمشي علشان أنا عندي ناس هنا في العنية المركزة أنا الدكتور بتاعهم لما ييجي زميلي يستلم حاجل حضرتك الكلام ما عجبشه وكيل النيابة فراح لجهة سيادية المهم أن الدكتور محمد حسن اترفض من شغله وخد سنة سجن ليه؟ علشان طبعا ما يسحقش كاس الجذارة كاس الجذارة ده أنك تسمع وتطيع وتحط راسك تحت أي بيادة بيادة عسكرية أو بيادة قضاء أو بيادة شرط مش مهم إنما أنك تشوف شغلك لا طبعا مش دي الريادة ولا دي الجذارة علشان كده يا جماعة عبدالفتاح السيسي بيبشرنا بكؤوس جذارة كتير للخولة كؤوس جذارة كتير للمجرمين هو عتنسى إنك نور عينينا عبدالفتاح السيسي اللي حيطلع عينيك ونور عينيك زي ما قالنا في الفيديو ده انتو مش عارفين إن انتو نور عينينا ولا إيه؟ صحيح انتو مش عارفين إن انتو نور عينينا ولا إيه؟ صحيح هو عتكون مش عارف إن انتو نور عينينا السيسي أبدا والسيسي ما يسبش نور عينيه أبدا يروح كده ولا كده عموما النهاردة هنتكلم عن كؤوس الجذارة النهاردة بما إن عبدالفتاح السيسي عامل كؤوس للجذارة إحنا كمان عاملين كؤوس تاس خير البال الأرض هنستعرض مع بعض إزاي القوات المسلحة بتدي وزارة الصحة اتنين وعشرين ونص مليون علبة لبن ده على فكرة في شهر إبريل بس سبوبة جديدة يا جماعة سبوبة اللبن خير البال الأرض واللي بيقدمها لنا الجيش وده الكاس اللي حنشوف هنديه لمين النهاردة الجيش اللي ساب الحدود وفرغ سيناء وبهد الأهل العريش الجيش الجميل ده وبيتاجر في اللبن هنديله كاس النهاردة بعون الله هنشوف الكاس مين اللي حياه طيب فيه كاس للصحة كاس الصحة كمان يا جماعة أظن الصورة معبرة الصورة مش محتاجة أي كلام الصورة تغني عن مليون تعبير دي أو ده مستوى الصحة في مصر اللي قال عنه وزير الصحة في حكومة عبدالفتاح السيسي الرجل اللي تغير ده قالك إن إحنا عندنا صحة ومستوى رعاية صحية في مصر أحسن من بريطانيا العزمة والله قال كده أظن انتوا شايفونه أكيد بريطانيا ما عندهاش زبالة كده مثلاً أو ما عندهاش سرير متعرفش شكل ملة السرير ده إيه بس أكيد عندنا مستوى صحي أحسن من بريطانيا هنشوفه هنتابع مع بعض طيب يا سيدي إحنا كمان عندنا كاس تاني اسمه كاس إيه قرونا يا جماعة كاس التطوير أبشره يا جماعة المترو اللي كان بجنيه بعدين بقى اتنين جنيه قالك هنخليه بسبعة جنيه عشان نطور المرفق طوروه الحمد لله أبشر والله العظيم يا عمد محمد طوروه إيه اللي حصل دلوقتي لما طوروه طلع عن القطبان خالص البتاع ده شغال في مصر من التسعينات واحنا صغيرين وانت كمان كنت صغير أول مرة يطلع بقى عن القضيب خالص ويقع على جنبه زي ما حضرتك شايف كده بعد ما طوروه ربنا يسطر على مصر من التطوير احنا مش وش تطوير يا جماعة نبوس ايديكو كفية تطوير لحد كده مش حنقدر مش حنستحمل او كل حاجة طورتوها وقعت على جنبها يبقى ربنا يلطف بينا كاس التفريط لازم ندي الكاس ده لحد النهاردة كاس التفريط ازاي تفرط في ارضك ازاي تفرط في تيرانوس نفير ازاي تفرط في مياه النيل ازاي تفرط في حقول الغاز ازاي تفرط في كرمتك في شرفك في دينك في اخلاقك في عاداتك وتقاليدك ووطنيتك ازاي تفرط في مبادئك ازاي تفرط في مصر ده اللي حنشوفه النهاردة وحنشوف مين ليستحق الكاس اكيد انتو عارفين ليستحق الكاس اكيد رئيس مزراء اسيوبيا السابق يوه تقولوا عن السيسي حاجة غير كده عندنا كاس النهاردة كاس مخابراتي من الطراز الفريد كاس كلنا كبرنا على الموسيقى بتاعته بتاعت ياسر عبد الرحمن والعمار الشريعي عمار الشريعي كاس رقفة الهجان هنشوف النهاردة في كاس رقفة الهجان ازاي بيقوم الشاب الوسيم صاحب التسريبات المفابركة طبعا عباس كامل بدور رقفة الهجان اليومين دول وطبعا ادى كتف المجدي عبدالغفار وخد هو الطرطة كلها هنشوف الكلام ده كله في كاس رقفة الهجان هنشوف مين اللي هياخد الكاس ان شاء الله كلهم هياخدوا كاس معانا النهاردة كاس بعد كده عندنا كاس جنون الارتياب هو مين يا ترى اللي درب او حاول يقتل وزير الدفاع السابق وقائد اركانه في العريش هو مين اللي شال وزير الدفاع وشاله ليه وشال وزير الداخلية كمان ليه هو يترى زي ما بيقولوا الفرنسيين في جريدة فرنسية كده ان السيسي عنده جنون الارتياب وقلان وخايف هنشوف بقى كاس جنون الارتياب مين اللي هياخده النهاردة واكيد اللي هياخده صدق صبحي السيسي مش هياخد اي حاجة النهاردة فيه كاس مهم جدا الكاس ده تجمع فيه الكوس الكوس اللي فاتت كلها وتقدمه واسمه كاس الخيانة ازاي تخون بلدك ازاي تخون شعبك ازاي تخون دماء الشهداء ازاي تخون العسكرية اللي المفروض انت منتمي ليها ازاي تخون مصر والوطن العربي والامة الاسلامية كلها بل المبادئ الانسانية اللي بيجمع عليها العالم كله هنشوف مين اللي هياخد معانا الكاس ده النهاردة وحيكون معانا فقرة اخيرة هنتكلم عن الدعم الخليجي لسلطة الانقلاب بعد خمس سنين يا ترى وصل لفين هنطلع فاصل سريع ونبدأ فقراتنا مع اول كاس كاس خير البان الارض اشتركوا في القناة